بعد سنوات من التوتر والقطيعة السياسية والمناوشات الكلامية بين المسؤولين العرب والأتراك عادت المياه الدافئة إلى نهر العلاقات العربية التركية عبر زيارات دبلوماسية متبادلة على مدار أشهر كللت بزيارات رئاسية تركية إماراتية وتركية سعودية وسط حديث عن بدء محادثات لتطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة ولعل الاقتصاد يمثل الملف الأكثر أهمية في سياق التقارب العربي التركي إذ احتلت الاتفاقيات الاقتصادية مكان الصدارة في المباحثات التي جرت في كل من أنقرة وأبوظبي والرياض الأمر الذي يجعل من الاقتصاد مساحة واسعة للتعاون بينما تظل الخلافات سيدة الموقف فيما يتعلق بالملفات السياسية وإن بدى في اللقاءات التي جرت شيء من التغاضي عنها في مقابل فتح آفاق التعاون وتطبيع العلاقات استجابة للمتغيرات الملحة إقليميا ودوليا وبحسب محللين فإن تركيا تتحرك باتجاه العودة إلى استراتيجيتها السابقة بتصفير المشكلات في السياسة الخارجية وكذلك العودة إلى العلاقات الدافئة مع محيطها العربي والإسلامي ولسيام السعودية والإمارات بما تمثلانه من ثقل اقتصادي وسياسي ومصر التي لا غنى عن دورها وما تمثله من أهمية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وتأثير ذلك كله على القضايا التركية الشائكة في شرق البحر المتوسط وخلافاتها مع اليونان بشأن الغاز والجزر المتنازع عليها في المقابل فإن دول المنطقة العربية تحتاج لبناء علاقات قوية مع تركيا بما لها من ثقل اقتصادي وسياسي وعسكري لا سيما بعد التدخل التركي المؤثر والناجح في عدد من مناطق الصراع في العالم وكذلك نجاحاتها في مجال الصناعات الدفاعية بما يدعم السعي لتنصيق إقليمي قد يتطور في رأي محللين إلى تكوين تحالف استراتيجي يتزامن مع تغيرات عميقة محتملة في بنية النظام العالمي تحت ضغط الحرب الدائرة في أوكرانيا ما يؤهل تلك الدول إن صدقت النوايا للعب دول مؤثر في صياغة النظام العالمي الجديد ترجمة نانسي قنقر